لابد الى الواحد يتعلم بشي جديد برغم انه يعني اذا منفكر في الموضوع بشكل اساسي عالمنا العربي لا ينقصوا ثقافة ولا ينقصوا كتب ولا ينقصوا دباء ولا فلانين انا بشوف المشكلة اكثر باتجاه اخر اللي هي العقلية السائدة في المجتمعنا العربي اللي تسمح لاي انسان ان ينشر كتاب دون ابن صار ومعروف عالمي وكل الوظائف تبعتها من الانترنت على الهوين حتى ما بقى رقاس تواني بنقلوها وبعدين كل النهار قاعدين على الانترنت لا برقبوهن الاهل ولا بشوفوهن ايش البرامج اللي بنزدوها وعلى انوء اطار مع عملين بيحضروا عشان هيك فضت حتى اخلاق الولاد يعني انا احفادي كنت اروى عند بناتي يقعدوا كل الوقت حد اليوم بشوفوا الناس كل الوقت واني قاعدين على الانترنت والاهل مش عملين برقبو حتى في اهل اللي بحطوا اطار اللي هي ممنوعة الولاد يسمعوها وقاعدين هنو ولاد ونضحقهم كيفين على نكة اه سخيفة اللي ممنوع الولاد يسمعوها كيف الولاد بدا تقرأ يعني بدان ما الام والاهل يكون عندين وعي حملوهن كتاب غصبا عنه لازم حملوهن كتاب قروب افضل من الانترنت وتلفزيونات بحكي بهذه الطريقة انو نسبي للاهل كل واحد يعرف بس خارو افريد اسمي فوزي شليان فوزي شليان اللي هي يعني يقعو عن اوضاعنا عن حياتنا ما بجلبوا انه يبينوها بتان الولاد ويفهموا عن اصول الحياة شو بصير في عنا مجالات مميحة مجالات مش مميحة بهموهن عنها بالقليلة عن الجريدي او اذا بيشوفوا الولد بروح من المدرسة مش مستعدين يقولولو امسك كتابك اقرأ بيهتموش لهذا الامر بيهتمو انو الولاد حب وفي عندو انترنت يحتوي يشوف شو الموجود فيو ولكن بالظروف حتى ما بيرقبوا الولاد ايش بعمل اذا كانوا بيراكب المواضيع المهمة لعلمه او بيرسالة اليوم من يوم ما عطوا الاهل حريقة التصرف للولاد وحريقة الكلام صاروا هن يتصرفوا ع كيفين اعتمدوا على نفسه ما عدوش يحترموا الكبير بالمرة صاروا بيتصرفوا هن على كيفين بيجي الابو او الام بيحكوا ما بردوش ما بردوش يعني انا شايف الولاد هي اللي بدأت تربدوا لا امه وابوها مش اه الاهل يا ربو الولاد اي شكي ومن يوم ما ارتفعت العصى عن الولاد الولاد صاروا يتصرفوا على كيفين العصى في الكلمة مرة تبتيجة اقصر من العصى الكلمة اقصر من العصى اللي هي تعطي معنى العصى الكلمة الازر بالطبع هي احقى ع النقطة التركى عليها بالنسبة للنشتغل على قضية الجراحة بالنسبة للأطفال ذكري نازم حسون نازم نازم اه بالنسبة للأطفال ودور الإعلام احنا كمثقفين مثلا كيف نشتغل على هاي الموضوع انه نوصل الفكرة للمعالمين ولكن المعلمين نفسهم ما بكروا اليوم المعلمين نفسهم ما بكروا لازم يكون في حل هاي المشكلة انو نوصل فكرة اللي حكى عنا السجدين القراءة، حب القراءة للأطفال اللي تنموا على وهندس غاريته بس هاي الحل وحيداً انو اليوم تين لو واحد يتبقل ويقرب يقول لك حال عني مساء سيد الجميع، انا وهي بهباء سأتحدث عن الاعلام وبالتحديد واتمنى ان يكونوا منتهى الاختصار وامثلة على كل ما سأتحدث عنه كتاباتي الاولى بدأت العام 1774 مع كتابي الاول والاعلام السرائيلي انا اتحدث بالتحديد هنا ما بين الصحافة الموجودة في الداخل هي صحافة غير محايدة وهي صحافة مقيدة بمعنى في البداية كان هناك صحيفة الاتحاد بالمقابل كان هناك صحيفة الانباء تطورت هذه الحالة داخل الاعلام في الداخل واصطع هناك الشلة هذه الشلة تكبع نظام معين في اعلام معين مع ترويج لنظام معين لهذا حدث ما حدث مع الادب مع الكتب الصادرة لا توجد لدينا منهجية في اصدار كتاب بمعنى ليه تجربة في الاداب المترجم للدول العالم الغربي باللغة الانجليزية والفرنسية والروسية وإلى ذلك وباللغة العبرية أيضا دار النشرة تضع خطوط واضحة منذ بداية السنة هناك لجنة تقرأ الكتاب وتقرأ هذا النص ما هو الخطة المرسومة لترويج الكتاب ثم هناك دار النشرة تقوم بالترويج للكتاب خلال العام كاملا في فرنسا مثلا على سبيل المثال في إسرائيل سنوات السابق تطورت هذه الحالة اللاحيالية مع الرموز الموجودة عندنا فسقطت الرموز الأدبية سقطت الرموز بمعنى محدد سأتحدث هنا أنه لا يوجد الآن عندنا الطفل رمز أدبي لا يوجد كاتب له مبيعات أو رأي أو كاتب يستطيع أن يقول أنا أبيع كتاب أنا أتحدث بوضوح أنه لا أتحدث عندي لجنة وعندي مافيا أنا أتحدث عن ما يحدث هنا في الداخل إذن من الصعب جدا الآن الحديث عن الإعلام بعيدا إذا ما قدونانا لا نتحدث عن الحيادية الأدب يجب أن يكون حيادية الأدب يجب أن يكون له مركز ليس من من له واسطة ومن له شلة حتى الآن الأدب في الداخل ما أخذش ولا يعني في نيوت ما بدأنا الكتابة حتى الآن الأدب الداخل هو أدب مهزوس لهذا لا يوجد للأديف قارئ يعني لا يوجد هناك من ينتظر صدود كتابي أو صدود كتاب إنسان آخر لا من ناحية أدب الأطفال ولا من ناحية أدب الكبار الآن هناك أدب ما سيطرة على الساحة وهو ما أسميه من قصين أدب المقاومة هذا الأدب انتهى مع فترة المؤتمرات أيضا في فترة ما من الزمن وسقوط المعسكر الاشتراكي سقط أعود لكلمة الإعلام الداخل لكي ننهر في إعلام جيد يجب أن تكون هناك مؤسسة محايدة مؤسسة تقرأ نصوص مؤسسة ترافق النص منذ البداية حتى النهاية ترافق هذا الكاتب في المدالس في المعاهد في الجامعات عدم وجود أي حفلة تكريمية تصير لأي كتار يحضرها 50-60-1 أنا سأتحدث عن ترقام كبيرة 50-60-1 كنا نقوم بعمل حفلة تكريمية أنا لا أبالل الأشرطة موجودة كل شيء موجود من فوق ألف شخص في الحفلة فقدنا هذه الظاهرة لأننا فقدنا الكلمة الصادقة فقدنا المصداقية في الأدب كذلك فقدنا المصداقية في الإعلام اليوم حتى الميزانيات تعطى لا يريد أن يقول لكتب رديئة لا سمح الله لا يوجد حلاقة في النقد أبدا ولكن أنا أقول في الكتب غير مدروسة يجب أن نصل إلى موقف إلى دراسة ما نقول وما نكتب شكرا جميعا شكرا جميعا طبيب الإصلاق شكرا جميعا ترجمة من欺 háosion نتكتب أنا لابينة السيليموس لا أعرف كيف أبيعكي داب نعم شفت لحالك مز لا مشاهد الشي الشي تصريد للفكرة دس استصعب كتير لأنه الصراحة فشكراك الإعلام ما كانش إلو دور هل قدي مهم